السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هنقدم الأفعال وحروف الجر المستخدمة مع وسائل المواصلات المختلفة وياريت تركز كويس جدا لأن الجزئية دي هي أهم جزئية في الدرس ده لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرح والتدريبات PDF وتحل اختباره على كل فيديو مفيش امتحان هتمتحنه إلا ويكون في جملة على الأفعال المستخدمة مع وسائل المواصلات يعني عندك وسائل المواصلات اللي قلناها دي كلها في أفعال هتستخدمها معها زي أفعال اللي قدامك في الصفحة دي ينتظر عايز تقول أنا أنتظر كذا ينزل ينزل من كذا وينزل فيه هنا لازم نفرق وهيبقى فيها كلام بالتفصيل دلوقتي بعد كده يأخذ أو يركب يأخذ القطار يأخذ طائرة يأخذ تاكسي يصعد أو يطلع يطلع في يركب في بعد كده فيرب سود بلاسي يتنقل يتنقل بي ولا في ففيه هنا أفعال هتاخد بعدها حرف جر كذا حرف جر مختلف على حسب اللي جايب بعديها وفيه أفعال لا تأخذ أصلا حرف جر هنا لازم تبقى مصح صح ومفتح عينك كويس الفعل الأول عندنا هو فيرب أطاندغ ينتظر تصريف هو عمل إزاي زي ما هو قدامك كده أطاندغ جاتن تياتن إلاتن نوز أطاندان ووز أطانده إلز أطاند دلوقتي تصرفه في الباسي كمبوزي هيأخذ الفعل المساعد أفعال والباسي باسي بتاعه هيبقى أطاندغ تمام؟ يبقى دا ينتظر ينتظر إيه؟ يجي بعديه محدد يعني إيه محدد؟ يعني لأو لا أو إلا أبوستقف أو ليه؟ أو سو أو ست أو ست أو سي لأدوات المعرفة أو صفات الإشارة أو ممكن كمان أدوات النقر النقرة هنتظر إيه هنا؟ يعني لا يتبع بحر فجر ينتظر أل افتكارها كويس عشان هنحتاجها وإحنا بنحل ينتظر أل طيب زيه في التصريف أقصد زيه في التصريف وده من الأفعال اللي قد تصرفها في الماضي المركب هيأخذ المساعد أتر ينزلو هقول هيأخذ والبرتسيباسي بتاعه هيتحول إلى بتتصرف إزاي في البرزن تقريبا هو نفس التصريف اللي فوقيه بالزبط ولكن هنا بقى لازم مع نهده ونركز ونقرأ اللي بعديه ليه؟ لأنك عندك حاجة من اتنين يأما تنزل في يأما تنزل من أنزل في يعني أنا نزل من العربية أولا أنا هنزل في المحطة الجاية أنا هنزل في الموقف أنا هنزل أمام البيت يبقى هنا ينزل ويجي بعديها مكان في الحالة دي هييجي بعد فرب ديساندر حرف الجر A اللي بتتحول لو بعدها مذكر إلى أو أو ألا أو أل أبوستروف ولو مكان جامعة تبقى A U X يبقى إيل ديساند هو ينزل ينزل في توقف الأوتوبيس أو موقف الأوتوبيس لو جاي لك بعديها ينزل من ينزل من الطائرة ينزل من الأوتوبيس ينزل من يبقى جاي بعديها حرف الجر D D بتتغير على حسب المكان اللي جاي بعديها أو الوسيلة الموصلات اللي بعديها لو المكان أو الوسيلة الموصلات مذكر هتتحول إلى D وده بالنسبة كبيرة أغلب الوسائل المذكر أو دولا لو حاجة مؤنس زي دولا فواتيوغ أو دولا دولا موتو دولا أبوستروف زي دولا فيون من الطائرة لو أولها في ويال يبقى فعلي ينزل أول الأفعال اللي تحطها في اعتبارك وتركز فيها كويس جدا جاي بعديها ينزل في ولا ينزل من أدي في وأدي من وهنحتاج له برضو وهنرجع وإحنا بنحل وفكرك نيجي بقى على فاربة اللي هو يأخذ هو فعلي يتكرر كتير جدا وأخذناه كتير جدا بيجي مع المأكلات والمشروبات والواجبات والعصائر والأدوية ويأخذ دوش ويأخذ أول شارع يمين وأول شارع شمال متعدد الاستخدامات ومن أهم استخداماته أنه هو بيستخدم مع وسائل المواصلات يأخذ تاكسي يأخذ عربية يأخذ الدراجة يأخذ L مع وسائل المواصلات فعلي يأخذ ما بيأخذش حرف جر بيجي بعديه على طول محددات يأما للا لي يأما صفات إشارة اللي هي سو ست ست سي يأما صفات ملكية مو مامي تون تاتي كده لكن هل يأخذ حرف جر أبدا يأخذ أل يبقى جه بخن تي بخن يل بخن نو بخنو ويأخذ المساعد أفوار ويتحاول تبقى تسي ببسي بتاعه إلى بخي جي بخي بخنو يأخذ ويأخذ المواصلات مسبوقة بمحدد أو صن أو مان أو طن وهكذا نيجي بقى على كلام مهم جدا لازم نصحصح له ونركز فيه فاغ بمونتي عكس فاغ بديساندر اللي قلناه من شوية مونتي بمعنى يصعد أو يطلع وداخد بلك أخر إيه آغ فبتصرف عادي في البخيزون لو جينا نصرفه في الباسي كومبوزي هنلاقي بياخد الفعل المساعد أتر لأنه ده من ضمن الأربعتاشر فعل اللي قلناه أنا صعدت طب صعدت فين يا باشا قال لك بقت على هنا كده وبص أركز معي وسيلة مواصلات غير مسبوقة بمحدد هقول لك أنا طلعت في العربية طلعت في الأوتوبيس طلعت في الطيارة هقول لك مونتي آه أو مونتي آه آه بتيجي مع وسائل المواصلات اللي بنركب على ظهرها أو فوقها أما آه بتيجي مع كل وسائل المواصلات اللي بندخل بداخلها طبعا كل الوسائل اللي ندخل بداخلها مع دربع وسائل بس اللي بنتطلع على ظهرها تمام؟ وهناخدهم كمان شوية. يركب او أو وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد. يبقى هو نفس المعنى ولكن مع ا او او وسيلة المواصلات غير مسبوقة بمحدد. لكن يجي بعدها محدد. اللي هو او 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 دي او او مها او نها او سة او سيف يبقى لو مسبوقة بمحدد يبصر يطلع فوق كذا أو دعو وار сказать LiteWib prepared دعوuran عاد publish لو وسيلا rapidement لا الموحدد يب من أو 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 جن لو مسبوقة بمحدد يبصر أو دعو أما فيرب بسى دي و triumph تنكل حاجة إلى فعال ذات الدميرين يسقط تتصول إلى جم Nach جمنا دي ودي會 تُت بلพة إِل wal él وان ساو دي ون نو نو دي بلاسان ووو دي بلاسان إل إل س دي بلاس يتنقل طيب وسيلة مواصلات غير مسبوقة بمحدد نفس اللي فوقيها A و O O مع الوسائل اللي بنتخل بوها بس ما فيش هنا محدد A مع الوسائل اللي بنركب عليها أو فوقها وبرضو هنا الوسيلة ما فيش قبلها محدد طيب لو في محدد حنستخدم حرف الجر PAR PARLE PARLA PARCE PARSET بواسطة L كزا بواسطة L تمام الكلام ده مهم وتعالة بقى نحل التدريبات علشان تقدر تميز وتعرف ازاي هتختار وزاي هتحل نو 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 قط LOBUS نحن ايه الأوتوبيس نو بخنو LOBUS بوغالي واليسية ناخذ الأوتوبيس لكي نذهب الى المدرسة ALEKS نو قط LOMETRO ALEKS اسم المفرد يعني إل هياخد من غير S المسافرون كالمجامع بتسوي إل ان kriegen يوضح الوقت تيمكن من أن اتغلق اتغلق تيمكن من ان اتغلق انا في المحطة القادمة اخر الوقت كان لديه الافيان في مقالب كان لديه الافيان تيمكن من الافيان ان اتغلق الالجاندري لتنتظر الوقتر الاسкanderي تُّ نُؤَتْ تَيْ كُوْمَنْ تَنْتَذُرْ أَتْتَنْ زُمَلَاَكْ هَلَ أَنْتَ تَنْتَذُرْ زُمَلَاَكْ نُوْ أَلَا ستَسِيونَ دُزَيْتُونَ نُوْ دَسَنْدُونَ نَحْنُ نَنزِلْ فِي مُحَاتُتِ الزَيْتُونَ إِلْ لَوَتَوْكَرْ أَلْيُونَ إِلْ پَنْ هُمْ يَأْخُذُونَ الْأَوْتَوْكَرْ إِلَ مَدِينَةْ لِيونَ وُوْ نُؤَتْ لُوْمِتْرُ وُوْ لُوْبُسْ وُوْ پَنِيْ أنْتُمْ تَأْخُذُونَ الْمِتْرُ أَمْ الْأَوْتُبِسْ سیلِينَ نُؤَتْ أَشْوَال سیلِينَ مَانْتْ جَ تَرَيْпَنْسُ اَنَا إِغَبْتَكْ أَوْرَدَّكْ جَتَانْ أَنَا إِنْتَأْخُذَكْ أَوْرَدَّكْ كَمْنُؤَتْ أَنْوِلْ كَمَنْ تُتَدِيْبَلْ كَيْفَ أَنْتَتَتْنَاقْ لِمَّدِينَ تَدْبَلَسْتْتْوَا دَ فِيَعْلَيْفَ الْأَمْرُ جَ نُؤَتْ أَوْ دُزِيَمْ يَجْ أَنْيْ فِدْ دُورِتَانِ رغم على المدر Academy لأريق السابق شبك رغم علىperson ورغم على الستارة صارت على الصيف سوف نتك في منطقة الوطن يستطل في الفيديو لن نحن ينزل في النية نو م ladزنا ونزر في النهائم ينزل أن يكون مدينًا ولو سوف نزال فاول سوف ينزل في محطة التوقوف في اسمها حسنا الحسنا 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 اوتو بيس. مي الي ان رتار ولكنه متاخر. لبس. انتم تأخذونا لتخذونا القطار. المسافرون ينزلون. جاي بعدي هم وسيلة مواصلة ولا مكان? ينزلون ديت وسيلة مواصلة. يبقى ينزل من? تاخد دو ال ينزلونا من الطائرة. بنكمل مع بعض في حروف الجر المستخدمة مع وسائل المواصلات. حرف الجر ا بيسبق. ا بيجي امام المواصلات التي نركب عليها. احفظهم الكويس الاربعة دول عشان هما دول الكلهم اللي بياخدوا ا. افيلو على الدراجة. اموتو على الموتوسيكل. اشفال على الحصان او على ظهر اي حيوان تاني بقى زي الشفال كده زي الحمار وغيره. سيها مش في منهج يعني. ابيسيكليت على البيسكليتة او على الدراجة. يبقى الدراجات والموتوسيكل بنركب فوق ظهرهم. اشفال وعلى الحصان. وده القواعد الاصلية او القواعد الرسمية. غير الكلام بالعامية ممكن يختلف شوية. هو يتنقل بالدراجة. نستخدم كلمة عند الذهاب الى المكان سيرا على الاخدام. وخبلك ان بيه ما فيهاش اس. يعني بدون الاس هنا مفيش اس. تمام? يبقى دولك خمس كلمات اللي بتيجوا قدامهم ا. العكس بقى الجر او بيجي مع كل المواصلات اللي بندخل فيها او بنركب داخلها. او 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 اوبوس. او او اوو بيس او او الاتو بيس مراكب ضخمة جدا وعملاقة فبندخل فيها تمام مش بنركب على ظهرها زي العجلة او الموتوسيكلية هو يتنقل في السيارة او في السيارة وسائل او ادوات معدات تنقل التي نستخدمها في الاقدام طب الحاجات اللي بنلبسها في رجلينة تاخد زي كل دي الحاجات اللي بنلبسها في رجلينة سواء التزلج على الجليد او اللي هي الكوتشيات اللي بيكون فيها اربع عجلات او عجلتين اللي بتجري بها او اللي هي الاحزية اللي بتبقى احزية المخصصة للتزلج على الجليد في القاعات او ساحات التزلج انا رايح المدرسة وانا لابس الجزم اللي فيها عجل دي نيجي هنا الملحوظة معينة في اللغة العامية ازا يمكن استخدام حرف الجر مع كلمة ازا كنا نركب بداخلها كما في الصورة يعني اه لو الموتوسيكل بالشكل ده يعني مغلق فانت بتدخل جواه فبتقول وكمان ممكن يكون بالشكل العادي ولكن في اللهجة العامية بتتقال في اللهجة العامية اللي ما فيش ارتباط بالجرامير احنا هنا ناس بندرس ف هنلتزم بالجرامير او بالقواعد الرسمية اللي قلناها حرف الجر بقى ممكن يستبدل الاتنين اللي فاتوا لو جاهب قبل وسيلة الموصلات محدد ودي هيبقى عليها لعب للصبح تمام اه اه او 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 تمام وكذلك حروف الجر سور دون تصبيق فسائل الموصلات اللي هي مسبوقة بمحدد يطلع على او يطلع في اه او او لا او لي او اه او زي ما قلنا في الجدول السابق اما بقى الافعال دي حبيبنا دول اللي بيجوا مع كل حاجة مع الاكل والشرب والحاجات المدرسية كل شيء افعال الميول كل دول لا يأتي بعدهم حروف جر من الاساس وحبه قل يعشق قل يفضل قل آآ يكره قل ينتظر قل آآ يأخذ قل يعني لا 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 او الا او او ا او ان يعني مفيش اصلا حرف جر بعد الافعال الجميلة اللذيذة الحلوة تعالى الحل التمرين ده غامي فا او ساندخ فيل رامي يذهب الى وسط المدينة نقط تاكسي تاكسي مفيش قدامها حرف جر وهنا فاغ بفا رامي يذهب الى وسط المدينة نقط تاكسي سوف أذهب الى المكتب تاكسي مفيش قدامها سيارة على الأقدم سوف تذهب الى المدينة نقط تاكسي مفيش قدامها سوف يجي بعدها ل لابوس سوف يذهب الى السينما سوف يذهب الى الموتو سوف يذهب الى شغله على الموتو ساكل سوف يجيب الى الموتو ساكل سوف نحب نسافر الى خارج البلاد أع Geث على الشكل الشكل هو أعجل لتطبع للسộc أعجل الأخنا لن اتجاب أعجل أعجل ين Lum gerne ا terminals أنت تنص حاجة فيلو هتأخذ A فيلو بوغاليو بارك لكي نذهب إلى المتنزه خذوا المترو اختير ايتيو الاتنين دول مونت يصعدون شفال طبعا A شفال يطلعوا فوق ظهر الحصان في المدرعة بابا ممن أبي يستحبني دون سا فواتير في سيارته بوغاليو لسي لكي نذهب إلى المدرسة في نهاية الفيديو لو كنتوا بتشوفوا على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنازل ملفات الشرح والتدريبات PDF شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته